هاي ماميز كيفنا اليوم؟ اليوم معنا التكملة يلي وعدتكم فيها تعييد خصائص نمو الأطفال يلي حنحكي فيها عن كل شيء نمو العقلي والجسدي والحركي والحسي وكل الأنواع هيدا الفيديو مخصص للنمو الحركي والحسي هديك الفيديو يلي مري إذا ما كنتو حضرتو هحط لكن اللينك تحت حكينا فيه عن النمو والفيزيولوجي والخصائص بشكل عام هلأ لحنا حكي عن النمو والحركي عند الولاد ديما لما أقول عند الولاد يعني من عمر لما يخلقوا لطفولة مبكرة طفولة متأخرة قبل سن المراهقة مخصنا بسن المراهقة ولحن بلش نمو الحركي كلنا بنعرف أن البيبيات أول ما تخلق بيكون عندها حركة بسيطة بعدين تكبر وتتطور هيدا الحركة خلونا نحكي عنها بالتفصيل الحركة هي تعد يعني بالعلوم بالساينس هي إن كماش العضلات وإنبساطة بتعمل حركة بقى بيبدأ الولاد بالنمو الحركة والنمو العضلي للعين والوجه والرقبة أول شي كنا بنعرف أن البيبي بنمسك إيدنا بنحطه دايما وراء رقبته لأنه ما بيكونوا عضلات رقبته قدرين يهدوا التقل تع راسه مع الوقت بتقوى عضلات الرقبة وبتقوى عضلات العين وبصير الولاد يقدر يتحرك أو يسيطر على حركة راسه بالشهر الثالث بيصير الولاد بيقدر يحدق أو يتطلع بالأهل ويقدر يميز وبتنمو العضلة لدرجة إنه بتقدر تتطلع على الأشخاص وبصير بيقدر يتطلع على اليمين عم حاول لاقي كلمة غير يتطلع صرت أيلة متمرة يتطلع عن اليمين وعن الشمال ويشوف الناس ويميزهم بعدين بيبلش بيقدر يرفع رقبته ويبتسم لكم لما أنتوا تبتسموا له أما خلال الشهور الستة الأولى بيقدر يحرك إيديه وهو وعم يتطلع فيكن وبعدين بيصير بيحط إيدو بيتمو أو بيلوح فيها بيعمل باي بيقشر بإيديه إذا بدو شي بيقشر لكم بإيديه وبعدين بتصير الحركة عندو بتتميز أكتر أكتر من إنه تكون عشوائية لإنه تصير عام مخاصة كيف يعني؟ يعني من إنه تكون إيديه عم تعمل حركات عشوائية غير محددة ما مفهومة لحط يصير يدل على شغلات بعينها يعني بتتجه من العام للخص وهون بيبلش مرحلة الألعاب تنمي العضلات الكبرى والصغرى للولاد كلنا بنعرف بالألعاب مشان هيك الولد أول شي بتلاقوه بيتجه للنشاط يلي ما بدو كتير احتياج ودقة ونشاطات عامة يعني ما بيقدر هو صغير يلقي بلايجو أو بلوكس وهو عمره ست شهر بالعكس هو بدو شي كتير هايين بس يقدر يمسكو بييدو بيلعب فيه بعدين بس يصير ينمى ويكبار بيصير بيركز على الحركات الدقيقة بتصير كلمة كبير كلمة صار الألعاب يلي هو بيطلبها الولد أصعب وأصعب عليه وهون بيتكون عند الطفل مجموعة من المهارات أنا قلت بالفيديو اللي قبل إنه لازم ننمي مهارات عند الطفل وهيدي المهارات بتتنمى لما ننمى عضلاته الكبرى والصغرة وهو كلمة هو عم يلعب ويمسك الألعاب ويحرك إيديه كلمة هي عم تنمى عنده هايدي المهارات أول شي بيبدأ الولد بالمشي بيبلش يحبى على الأرض نحنا بنقول يحبى يعني يمشي على بطنه أو على يعني على إجري يعني ما بيوقف وما بيزحف بيبلش بلحبه أول شي بعدين بالزحف بعدين بيحاول يرفع حاله بس ما بيقدر لأنه عضلاته بتكون ضعيفة بعدين بتلاقوه بيمشي بس كل ما بيمشي بيوقع بعدين بتلاقوه صار عنده ثقة وصار بيمشي هيك مراحل تطور المشي عند الولد وكله بيجي مع التمرين وأكيد مع قوة العضلات الكبيرة والصغيرة عنده فيه ناس ما بتصحف فيه ناس ما بتحبه فيه ناس ضغرب يصير عنده إنه تمشي بيكون هيدول عضلاتهم أقوى من عضلات غيرهم وفيه ناس بتحبه لوقتك طويل وبتصحف لوقت طبيب قبل ما تتخيل إنه هي تمشي حسب كل ولد وكل حدا ومهاراته وقوة العضلات عنده أما المسك ونمسك الإشياء بشكل صحيح مثلا إذا مسكنا ولد عمره ثلاثة شهر معلقة خليني أنا اعتبر معلقة أكيد ما حيمسكها منيح ولا حيكون عنده مهارة يعرف شو هي أصلا بالأساس يمكن يفوتها بعينه يعني بقى مسك الأشياء تحتاج إلى المهارات الفردية أول شي بيبلش يمسك بإيده بنهاية العام الأول يعني إذا يصير عمره سنة بيكون عادر يمسك الشغلات بإيده صحيح ما بشكل كبير أو ما بشكل مثل ما لازم يعني ما بيمسك المعلقة مثل ما نحنا بنمسكها وهلا قدامكم على الشاشة حيمره أصورة الألم يلي مسكوا الولد بإيده تشوفوا كل الولاد أول شي هيك بيمسكوا اللم يعني بيمسكون بكل إيدهم ما بيكونوا بيستعملوا الأصابع بعدين بتتطور لحتى يصير يستعمل أصابع مع تطور إن إحنا النمي عنده المهارات بيصير بيقدار يمسك بشكل صحيح بس هوني أنا بدي شدد إنه هو بعمر سنة لس سنتين يعني سنة ونص سنتين أنا ما بجبروا ما بعمله سترس للولد إنه لازم تمسكوا هيك بس بعد هيدا العمر لأ أنا بدي علموا كيف بيمسكوا ما أجبروا بدي علموا كيف بيمسكوا أول شي بتكون عضلاته رقيقة أوكي أنا بقدر تنشوا عن هالموضوع بس بعدين إذا أنا تنشوا عن هالموضوع بتتنمى بتصير خصلة وبتشوف كتير ولاد عندهم تشوه كتابي نسميه نحنا تشوه كتابي هو من مسكة الألم بتصير عندهم تشوه بأصابعهم كتابي على فكرة أنا بأصابعي عندي تشوه كتابي كمان بقى نحنا لازم ندل الولد ونوجه على أنه يمسك الألم بشكل صحيح بعد عمر السنتين مش قبل عمر السنتين بقى حكينا عن النمو الحركة عن نمو العضلات وعن نمو العين والواجه والرقبة وكيف الولد بيبلش بيحرك إيديه أول شيء بيحرك بيشوف الناس وكيف بتنمو العضلات الكبيرة والصغيرة والمهارات والمشي لمسكة الألم وهلأ بدنا ننتقل على النمو الحسة للطفل ونحنا بنعرف كمان حد لكم تسمعوني عمقول قلت بهذاك الفيديو لأنه هذاك الفيديو كان شامل كامل قلت عن الحواس وأنه الطفل أول شيء بيتعرف على العالم الحواليه عبر حواسه إن كان بالنظر أو إن كان باللمس أو من إنه يحط كل شيء بتمه بقى الولد بيتعرف بيحواسه على الدنيا هلأ لحنبلش نحكي عن الحواس الحواس هي نافذة الطفل على الحياة وهي المنابع يلي بتعلمه على إنه يوصل للعالم الخارجي أو بتعلمه كيف هو العالم الخارجي حنبلش في حاسة السماء وهي من أهم الحواس لد الطفل هي أحدى دعائم يلي بتطور طفل تطور سريع من السن الثالثة بعد ما يولد إلى العاشرة أنا بدي ألكم شيء نحنا دارسينا وهيدي مؤكدة لأني أنا مجربته إنه الولد بيقوله إنه هو بيربع سنة تسعة شهر ببطنك وثلاثة شهر بعد ما تولدي هيدولة هني من أهم الأيام يلي بحياة الولد يلي بتعاوديه فيهم على كل شيء حتى حاسة السماء هي الحاسة الوحيدة يلي بتكون عم تشتغله ببطنك يعني هي الحاسة الوحيدة يلي شغالة من قبل ما يخلق البابي مشان هيك هي الحاسة الأهم عند الولد هو وصغير وهيدي الحاسة بيستعملها الولد علشان النمو اللغوي يلي عنده والتطور اللغوي يلي عند الولد وكيف بيعبر عن حاله علشان يحكي المجتمع يلي حواليه أو يعبر عن هو شو بده مشان هيك منلاقي من أصعب أصعب بالنسبة لي يعني الإعاقات هي الصمم لأنه الصم كتير يعني بده شغل على المفهوم النغوي والنمو اللغوي غير السمع غير غير كتير شغلت غير أنه هو بيعصب كتير لأنه ما قادر يعبر عن حاله لبين ما يتعلم الطريقة الصحيحة على هو يعبر عن حاله فيها مشان هيك هو بيكون عصب كتير بقى أنا بالنسبة لي هني أكتر ناس أنا بحب أتعامل معهم وأكتر ناس صعبين أما العين فهي حاسة البصر الولد بده يشوف الشغلات الأدامه علشان يتعلم منه بيشوف الردة الفعل تعيدكن على الشغلات بيتعلم منه بيشوف الشغلة واسمها بيتعلم منه بيتعرف على الأشياء الحواليه بيتعرف على البيئة المحيطة بيتعرف على الألوان بيتعرف على الأشكال كله بيحاسة البصر حاسة البصر هي تاني حاسة معنا أما تالت حاسة فهي التزوير كلنا بنعرف الولد أول ما يخلق بيكون على الرضاعة وعلى الحليب بعدين بس يوصل لمرحلة معينة بصير نحن بدنا ندخله أكل جديد بمرحلة جديدة بحياته بيبلش ما بيحب شيء من أول مرة دايماً لازم تجربه عدة مرات يعني مثلاً إذا طعميته بطاطا يمكن من أول مرة ما يحب بطاطا لأنه هو أول مرة بيدوق بحياته يعني دايما فكره أنه هو أول مرة بيدوق البطاطا بحياته بدكن تضلكم تحاولوا معي أو أول مرة بيدوق الكوسة كمان يمكن ما يحبه من أول مرة بدكن تضلكم تجربوله لحتى يتعرف على الطعمات الجديدة يلي مدي أو ما بيعرف شو هو هو معود على الحليب وأنتو عم بتطعمه أكلاته الله يسامحكم كنتو خلوه على الحليب هيك عم بفكر بعقلاته نحن نحن نطول بالنا ودايماً فوت له بطرق لحالة يعني ما ممكن نفوت له الحامض ومالح مع بعض أو حلو مر مع بعض أو نخبص له لازم نفوت له الطعمات طعمة 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 بس لا تتعود حسة الزوء عنده على الطعمات المختلفة وعلشان يقدر يتقبله دايماً البيبي بيحب الأكلات الحلوة بيحب كل شي حلو وفيه السكر حتى في ولاد ما بيحبوا الحليب وما بيقدروا يشربوا الحليب في صنف معين من الحليب هو حليب سويت بيعطوه أكيد للأطفال للبيبيات الرضع بس طعمته سويت بيعطوه أصداً للولاد يلي ما بيحبوا الحليب ويلي بيخلقوه ما بيحبوا يشربوا حليب وأنا صارت معي بابنتي الكبيرة وستعملت له هذا الحليب لحتى مش حالة عالقليلة لعمرة تسعة تشهر وبطلت تشرب حليب بس أول أيام من حياته قضطة على هذا الحليب لأنه في ولاد ما بتحب الحليب هيك بتخلق هيك الله بيخلق سو بيعتمدوا على طعمة الحلو لحتى يقدروا يشربوا البيبي الحليب بقى أول طعمة هو بيحبها هي طعمة الحلو بعدين منبلج يعني ندوقوا أكلات ونكهات متعددة بس ليتعود عليها حكينا على حاسة اللمس فوق بالنمو الحركي حكينا عن حاسة اللمس بيبقى عنا حاسة الشم يلي هي كمان بتتطور مع الأطفال من هني وصغار وكنا بنعرف إنه نحنا دايماً منتفادة الروايح القوية علشان ما تعمل حساسية للولاد هني وصغار لأنه بعض الحاسة عندهم ما اكتمدت حاسة الشم وحاسة الشم هي الحاسة الوحيدة يلي بتطول هي وعم تتطور مع الأولاد ممكن مش ما بيشم لا بيشم بس هي حتى يوصل إنه هو قادر يميز هيدي ريحة بصل هيدي ريحة بشعة هيدي ريحة حلوة بتطول شوي معه مش من هو بيبي بيبي بتطور معه شوي لأنه هيدا الحاسة كتير رقيقة عنده بتكون وهيك نحنا منكون خلصنا هيدا الفيديو لليوم وحكينا فيه عن النمو الحركي والنمو الحسي عند الأطفال وبتمنى تكون هالسلسلة عم تعجبكن وعم بتفيتكن وهلأ مثل العادة بحب إلكون ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل وتكبسوا الزر الاشتراكي اللي تحت علشان يوصلكون هيدا السلسلة من الفيديويات إذا كنتوا مهتمين فيها وهلأ مثل العادة بحبتك اشتركوا في القناة